عرص ثقافي متميز عاشته مدينة ميسكا الغنائم احتفاء بمولود جديد وبأعظم هدية يمكن أن تقدم للفن الرابع الجزائري هو المسرح الجهوي سل جلال بن عبد الحليم فهذا المسرح الذي يشكل ميلاد جديد للمسرح في مستغانم بلا شك سيكون الفضاء الذي يتيح لكل المحترفين لكل الهوات فرصة إبراس قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال موعد أعطى الفرصة لالتقاء وجوه صنعت البهشة فوق الركح في فضاء جمع المحترفين والهوات أهدوا أعمالهم لأرواح المسرحيين مستغانم بأسمائها المسرحية الكبيرة بتاريخها المسرحية الكبيرة فرحة عارمة أن يكون لديها هذا الصرح الجميل حدثون امتزجت فيه كل أشكال الفرح من ساحة المدخل الرئيسي وحتى الخشبة التي أبهرت الحضور ومن فوقها الأوركستر الوطنية لنعيش تشكيلة رائعة بين التقليدي والكلاسيكي لنا شرف كبير اليوم نحن عضاء الأوركستر السيفونية الوطنية وكذلك تحضر معنا لأول مرة كورال الحماية المدنية بقيادة الميسورة من قويدل اللي يشرف عليها اليوم هذا الحفل المميز التاريخي لأن التاريخ هو ذاكرة الشعوب المزيدة هنيئاً لك يا مستغانم بأول مصرح للجزائر بعد الاستقلال على الطريقة الإيطالية مكسب ينتظر منه الكثير وتعلق عليه الأمال صعياً في تطوير الفن الرابع الجزائري ترجمة نانسي قنقر